طيب اللفظ كزاكن عمر قلبك بالحب حسن أخلاقك نور قد أضاء سناه الدر رم لذاتك منزلة واسمها إشراقة قلب الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكم مع إشراقة قلب أيها الأخيار كنت أتحدث عن داء سرطاني وورم خبيث فقعاته نجسة ورائحته منتنة إنه اعتراض العبد على الله يقول العبد بقلة عقل وسفاهة وقلة إيمان وحماقة يقول يا ربي لا ترزق عبادك أي حمق هذا وأي جهل هذا وأي نقص في الإيمان هذا إنك والله لتعجب إنه الحسد ومن خطورة الحسد احتراق قلب صاحبه مع احتراق حسناته أما لو أن القلب يحترق وحده لقلنا خلف الله عليك قلبك وأبدلك قلبا آخر لكن المصيبة أن الحسد تحترق حسناته أي والله لقول الحبيب عليه الصلاة والسلام إن الحسد لا يأكل الحسنات سؤال أرأيتم فرن الخبز أرأيتم الخباز وهو يخبز خبزه يدخله الفرن والنيران فيه عياذا بالله تمور وإذا وضع الخبز انتظر عليه دقائق ثم جذبه أسألكم لو أن الخابز نسي الخبز في الفرن عشر دقائق ماذا يحدث فيه؟ ألا يحترق؟ ألا يعود رمادا؟ ألا يعود فحما؟ بلى عشر دقائق تحرق خبزه سؤال الحسد عشر سنوات في قلب إنسان ألا يحرق حياته كلها؟ بلى ولذلك تجد أن الحاسد لا بركة في وقته ولا ماله في وجهه شحوب فيه هم لكن هذا الهم لا يكفر ذنوبه الله أخبرنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أن الحسن أن الهم يكفر الذنب إلا هم الحاسد فإنه لا يكفر ذنبه لما؟ لأن الهم الذي يكفر الذنب أهم خارج عن الإرادة أهم دين أهم مرض أهم أبناء أما هذا همه سببه أن الله جل وعلا يرزق عباده فتقلب قلبه عليه وتنمر وتصحر ثم ضج يا رب لا ترزق أحداً يقولها بلسان حاله لذلك إذا أردت أن ترى إنساناً قدميه في الجنة وقلبه في النار فانظر إلى الحسود الحسود الذي لربما أضر بعينه ولربما بلغ الكيد به أن اعتدى على أخيه أما تتأملون في قصة هابيل وقابيل ابني آدم إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ماذا قال لأقتلنك أتدرون لماذا قال قابيل لهابيل لأقتلنك قالها لأنه لم يتقبل منه وحسد شقيقه أخوه حسده لأن الله تقبل منه مع أن التقبل من الله إنما يتقبل الله من المتقين وقتله الحسد يوصل أحياناً إلى القتل يوصل إلى الجرائم يوصل إلى القطيعة يوصل إلى الكيد بل إن الحسد بوابة الذنوب كلها بوابة الكبائر كلها لذا يا مؤمن إياك وهذا الداء إياك أن يعبث الشيطان في قلبك فترى نعمة على أخيك أو ترين نعمة على أختك فينقبض القلب ثم يبدأ نار لا يطفئها شيء تتدري متى تنطفئ نيران الحاسد إذا زالت نعمة الله عن المحسود وهل هذا لك أو لك إزالة النعمة بيد الله لأنه هو الوهاب هو الرزاق هو الرزاق فلماذا نعترض على الرزاق يوم أن رزق عباده لذا فتش قلبك واعلم أحياناً أن الحسد لا تستطيع أن تترجمه بلسانك تأتيك بعض الأخلاق تأتيك بعض الأخلاق يأتيك بعض الصدود يأتيك الغل يأتيك البغض تتلذت بالغيبة تحب ترك اللقاء مع فلان تكره أن يمدح تكره أن يحضر هنا هذه كلها داء داء اسمه الحسد تأمل في إخوة يوسف أخوة يوسف إخوة يوسف كادوه بل قال أحدهم اقتلوا يوسف لماذا يقتلونه الحسد لأنهم يرون أن له مكانة أكثر من مكانتهم عند أبيهم لذا أيها الأخيار أيها الأحباب حتى تشرق قلوبنا بالإيمان وحتى تسلم هذه القلوب للرحمن وحتى نعيش في الجنان في الدنيا قبل الأخرى عليك أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك وإذا رأيت نعمة على أخ من إخوانك فقل تبارك الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله طيب اللفظ كزاكن عامر قلبك بالحب حسن أخلاقك نور قد أضاء سناه الدر رم لذاتك منزلة واسمها إشراقة قل واسمها إشراقة قل إشراقة قل